أعلن دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري فوزه بمنصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أحرز أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي وتوالت التهاني على ترامب من قادة دول العالم فور إعلان فوزه متمنين له النجاح في ولايته الجديدة والعمل على إحلال السلام في عالم مليء بالصراعات ولد دونالد ترامب في الرابع عشر من يونيو عام 1946 بمدينة نيويورك حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا ثم انضم إلى شركة العقارات التي كان يديرها والده تحت قيادته شهدت الشركة توسعاً كبيراً حيث دخلت مجالات استثمارية جديدة وباتت واحدة من أبرز شركات العقارات في البلاد لم يقتصر نشاط ترامب على قطاع الأعمال بل امتد إلى الإعلام حيث تولى في عام 2003 انتاج وتقديم برامج تلفزيونية ناجحة على قناة NBC خلال هذه الفترة قدم تبرعات لحملات انتخابية متعددة وكان من أبرز مؤيدي المرشح الجمهوري جون ماكين في انتخابات 2008 دخل ترامب معترك السياسة بقوة وفاز في انتخابات الرئاسة عام 2016 ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلال فترة رئاسته اتسمت سياساته بالجدل سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي في انتخابات 2020 خسر أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن إلا أن ذلك لم ينهي طموحاته السياسية خلال السباق الرئاسي لعام 2024 تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال مما أضاف مزيدا من التحديات على حملته الانتخابية ومع ذلك تمكن من التغلب على الصعاب والعودة إلى البيت الأبيض مع بداية ولايته الجديدة يواجه ترامب تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي يتطلع العالم إلى كيفية تعامله مع القضايا الراهنة والعمل على إحلال السلام في ظل الأزمات العالمية المتزايدة يظل دونالد ترامب شخصية مثيرة للجدل لكن لا يمكن إنكار تأثيره الكبير على السياسة الأمريكية والدولية إن مساره الحافلة يبرز كرجل أعمال ناجح وسياسي مثابر وعينه دائما على المستقبل